الخليقة الجديدة الولادة الثانية تعطيني خليقة جديدة طبيعة جديدة يعني لو أنت عايز تصلي وتعبد ربنا مش هيقبلك ولا هيسمع صلاتك إلا من خلال الولادة الجديدة لأن الإنسان في آدم مرفوض وفسد مات المسيح على الصليب أرسق قواعد الخليقة الجديدة والروح القدس يجاهد معي لقابول المسيح إذا قبلت المسيح أتولد ولادة جديدة يعني خليقة جديدة يعني أتولد من الله مصدر يكون الله تتزرع فيي طبيعة جديدة من خلالها أفهم الله ويسكن فيها الحياة الأبدية حياة الله ويسكن فيها الروح القدس روح الله وأبقى واحد من أولاد الله هذه الخليقة الجديدة وبدونها لا صلاتي ولا أصوامي ولا عبادتي ولا نوافلي ولا زياراتي تبقى مقابولة عند الله لأنني ما زلت في الطبيعة الأديمة الفسدة أتنقل للطبيعة الجديدة بالإيمان القلبي أبقى واحد من أولاد الله أصلي يرضى عليها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة